زرعوها خلال ساعات وذهبوا إلى معاركهم لكن محمد شكري قضى معظم أيام العام 2018 باحثاً عن ما خلفته ميليشيا الحوث التي كانت هنا وبطريقة بدائية وأدوات بسيطة تمكن مع رفقائه من إنقاذ عشرات الأرواح في مديرية القبيط التابعة لمحافظة الحج وبحذر يتعامل مع الموت المخبأ بين الأحجار فقد يفقد هو الآخر حياته قبل أسابيع كان زميله في مديرية جبل حبشي يلقي آخر محاضرة توعوية للتعامل مع الألغام وبينما كان يقدم درساً عن إنقاذ الأهالي انفجر اللغم داخل قاعة مغلقة ومكتظة بالمتدربين وفقدت المنطقة واحداً ممن تم تدريبهم على نزع آلاف الألغام المزرعة في الجبال وأودية والسواحل اليمن وعددهم كما قدرها برنامج متخصص بنزع الألغام مليون لغم أرضي ووفقاً لأسامة القصيبي مدير برنامج مشروع مسام لإزالة الألغام فهي موجودة في كل منطقة من مناطق اليمن لا يتم استخدامها كآلية دفاعية هجومية إنها تستخدم لترويع السكان المحليين أما لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة فقد قالت أن الحوثيين استخدموا ألغاماً أرضية خلال انسحابهم من كل منطقة هزموا فيها وتسببت بمقتل ما لا يقل عن 222 مدنياً وإصابة آخرين وفقاً لمركز أمريكي وبسبب صعوبة الحصول على تقديرات دقيقة من المرجح أن تشكل هذه الأرقام جزءاً ضئيلاً من جميع أعمال تفجير الألغام التي يشارك فيها المدنيون في اليمن وبحسب تقرير للباحثة في معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى إليانا ديلوزي فإن الحوثيين يزرعون الألغام يدوياً دون اعتماد نمط أو سجل يمكن تحديده وهم ينشرونها على طول الطريق الرئيسية وساحات القتال والمنازل وفي جميع أنحاء البلاد كما شهد العام عملية تطوير لصناعة الألغام من قبل الميليشيا حيث عمدت إلى تحويل الألغام المضادة للآليات ذات المدى التفجيري الكبير إلى ألغام مضادة للأفراد واستخدمت في ذلك دواسات كهربائية تتيح لها الانفجار بسهولة عندما يضع أحد الأفراد قدمه عليها والأقدام المبتورة سنظل نراها ونحصيها عمراً كاملاً وليس مجرد سنة واحدة وليس مجرد سنة واحدة للأفراد قدمه عليها اشتركوا في القناة